Hi my students, Cigarette Sex. How are you? Today, I will make a revision of final English exam. اليوم إن شاء الله رح نعمل فيديو قصير ورح نعمل مراجعة لمادة امتحان الإنجليزي الفاينال. إن شاء الله الفاينال الإنجليزي الفاينال. الامتحان يوم الأربعة بخمسة ستة عالساعة ثلاثة. المادة المطلوبة بالامتحان وهي الستيدنس بوك بيج 98, 101, 132, 134, 135, 136 and 137. جميع الفيديوهات اللي كانت على قناة المدرسة على اليوتيوب داخلي معنا. فاقرة صفحة 136 تركز عليها. المعاني موجودين صفحة 132 and the grammar. طبعا التركيز على فقرة صفحة 136 المعاني صفحة 132 طبعا التكست عملنا لها وقرأت التكست وقرأت التكست في الفيديو هناك يجب عليك تتكلم يجب عليك تتكلم سبقوا بالخطين آخر من الجحافة هل سمكتبات الماضيع البسيط والمضارع التانم يعني بنحكي عن الماضي بسيط حكيانا بس أحكي عن حدث بدأ وانته في الماضي يعني ما إلو أثر في الحاضر ليس مستمر في الحاضر حدث بدأ في الماضي ومازال مستمر إلى الحاضر بس يصير عندي حدث في الماضي ما أحدد متى صار معي فبالتوى بس أخدم مضارع تام ما حددت متى صار معي أو مش متذكره حدث صار في الماضي أثاره ونتائجه في الحاضر نتائجه وآثاره في الحاضر نحن لدينا بعض المسؤولات عن simple past and present perfect simple past الماضي البسيط حكيانا بنستخدم نأشو دائما simple past يعني verb two أي شيء past هو verb يعني simple past verb two negative form subject didn't plus space form negative question did subject plus space form verb based form إذن فاعل التصريف الثاني المفعول به في حالة المثبت الفاعل مع didn't مع التصريف الأول الفعل يعني فعل مجرد base form بيكون بحالة النفي بحالة السؤال ببلش بالسؤال بيدد بس بعدها الفاعل بعدها الفعل base form أول ما أشوف did أو didn't معنى الفعل لازم يكون مجرد في present perfect structures of sentence in negative in affirmative form بتكون subject has or have plus verb past participle حكيانا perfect يعني past participle يعني تصريف الثالث للفعل أول ما تشوف زمن perfect معنته verb three in negative form subject haven't or have not hasn't or has not plus verb past participle in iterative form has or have plus subject plus verb past participle بحالة المثبت أو النفي أو السؤال بنحافظ على إن يكون الverb التصريف الثالث للفعل بحالة المثبت بستخدم بعد الفاعل has or have إذا كان subject if the subject they were you I plural noun ناخد have إذا كان singular noun أو she he it بياخد has وبحالة النفي والسؤال بلرضو بنحافظ على have or has أوكي الكيورد يعني لازم تدروسهم كتير منيح simple past هاي كان هم yesterday last plus a period of time a period of time less ago in the past هاي كلها دلالاتها present perfect دلالاتها لازم تعرفوهم اوكي لازم تركزوا على الدلالات اوكي let's start the question number one put the verbs into the correct tense simple past or present perfect بدنا نضع الفعل بشكل الصحيح بالزمن الصحيح إما بيكون ماضي بسيط أو مضارع تام اوكي look at number one max go to canada last year max ذهب go بمعنى ذهب لكندا السنة الماضية اوكي هون عندي لازم تكون على الكيورد في عندي last year دلالة على زمن أنه زمن simple past or present perfect لا هي على simple past فبسير معنات simple past بحالة المثبت الماكس هو subject بعد subject شو لازم يكون عندي التصرف التاني للفعل يعني verb two شو التصرف التاني من go هو irregular verb يعني فعل غير منتظم لازم اكون حافظ التصرف التاني هو went number two we already prepared dinner هم حضروا already الdinner هاد الاشي في عندي هون دلالة yes we have a keyword اللي هي already already دلالة على present perfect present perfect present perfect بتحكي لك حط هاز وهاف مع التصرف التالت للفعل اوكي we have or we has we جمع ضمير جمع فهو بياخد have prepare تصرف التالت لإلو منتظم هو regular verb اوكي المregular verb بتضيف له d adding d or ed or ied prepare ending with e انتهى الفعل ب e so we just add d prepared james find your ring in the garden yesterday yesterday هي من دلالات السمبل past اوكي james subject plus verb two find irregular verb لازم اكون حافظ التصرف التالي لفايند من find found من يجد وجد جيمس found your ring in the garden yesterday number four he just come here just here من الكيورد related in love present perfect اوكي هي مدلالات present perfect اول ما عرفنا present perfect عندي has have verb three he have or he has هى ضمير مفرد بياخد he has اوكي come هو irregular verb انا كيف عرفت ان هو فعل غير منتظم ان انا فحافظ الأفعال يلي موجودين معي بورقة الأفعال بالirregular verb list اللي وزعناه بداية الفصل التالي من come came come came so he has just came here the last one they buy three their car two years ago where's keywords two years ago قبل سنتين قبل سنتين simple past okay they subject okay and was verb two buy a regular verb لازم اكون عرفة تصرفتين لباي bought they bought their car two years ago this is the correct answer went have prepared found has came and bought okay let's go to question number two circle the correct answer ضاع دائر على الاجاب الصحيحة اوكي number one you read the book yet a have b has c did اوكي you read the book yet yet هي من الكي ورد زلاميا لل present perfect اوكي ال present perfect بحالة السؤال بسأل بي have or has or did راح عمحي خيار dead لانه dead بسأل فيه بزمن الماضي البسيط وليس المضارع التام اوكي هلا عندي have ولا has انا مش عارف has وها بتنتين صح انه بسأل فيهم بال present perfect بس كيف دا اعرف اني صح بروع على ال subject عندي subject you انا منحكي you have or you has so the correct answer have you read the book yet two am we didn't me last week هلا انت لو هما طلعت على الدلالات اللي هي last week دلالة سمن المضارع تيجي عينك يعني بالانجليزي didn't او خواتها don't to doesn't بالمضارع دائما وراهم بس فورم دائما وراهم فعل مجرد فابحكي didn't visited visit or visits visits اوكي هاي simple present مش دخل معنا visit verb 1 ولا visited verb 2 هي الا صح visit b هي Emily didn't visit me last week او بدحيلها على انه last week عندي بزمن الماضي البسيط الماضي البسيط بطلع هون بحالة النفي انه عندي didn't دائما بعد didn't verb based form فبختار الاجابة اللي هي the correct answer b next at least five times هون من اختار الكيوورد الصح so far be yesterday see in the past I have eaten هاب محتصرف تات للفعل simple past or present perfect no present perfect مضارع تام المضارع التام من دلالاتها so far يعني حتى الان or has verb 3 or verb 2 no بتاخد verb 2 ما الهب الهاز والهاب ما في عندي helping there ما عندي فعل مساعد بزمن الماضي البسيط the correct answer c this is the correct answer this is the correct answer have you read the book yet Emily didn't visit me last week I have eaten sushi at least five times or so far I found Mary three times three minutes ago question number three make the following sentence to negative and the question form بدي اعمل كل جملة موجودة عندي بحالة النفي والسؤال one take jack went to the cinema last night بلعص ان هاي بزمن الماضي البسيط كيف بحالة النفي بحكي jack بينزل subject زي ما هو ايش بنفي انا؟ بروح للفعل اللي هو went verb 2 بس انا بعرف انه دي دين دايما راه verb based form بدي ارجع went لالفعل الاساسي اللي هو go the jack they didn't go to the cinema بكمل the compliment sentence نفس ما هي بحالة السؤال دايما بابلش بشو بزمن الماضي البسيط بديد بحكي dead بعد بدي subject جاك او ضمير هي بتحيل محله بما انه عندي dead عطول ما بنزل went went verb 2 بدي اعطيها go did jack go to the cinema last night yes he did no he didn't they have played tennis already they have played tennis they have played tennis played tennis هاف مع التصريف ثالث للفعل هي بحالة الاسئل هي بزمن present perfect النقاتب بكتر سهلة بنزل subject they الhave بنفيها بها haven't وبنزل الفعل زم هو played tennis اني question بنبلش بها في عندي هاف بحكي have they played tennis yes they have no they haven't the correct answer okay i hope you understand what's the difference between simple past and present perfect please try to answer these questions alone okay go to what's the different between would rather and prefer بمعنى يفضل حكينا would rather بمعنى يفضل prefer بمعنى يفضل لكن بيختلفوا بالstructures أو بالتكوين أو بالاستخدام and usage حكينا would rather بمعنى يفضل دائما بيتبحها verb one verb infinitive sorry فعل مجرد يعني بحكي would rather play would rather study would rather watch بينما prefer بمعنى يفضل متبوعة اما ب to plus verb infinitive بحكي prefer to play prefer to watch prefer to sleep أو متبوعة بجيراند مصدر يعني فعل منتهي بing prefer watching prefer sleeping prefer playing أو ب noun اسم صريح prefer car prefer t-shirt prefer school يعني اسم أوكي مع ملاحظة انه would rather اذا بد افضل بين شغلتين باستخدام would rather بستخدم than بحكي would rather بحط verb infinitive than verb infinitive بظن ملتزمة بان يكون would rather مع فعل مجرد مع than مع فعل مجرد بعد than أما prefer بتيجي معها to اذا بد افضل بين شغلتين باستخدام prefer باستخدم to prefer إما بتكون متبوعة بto مع فعل مجرد أو gerund مصدر أو اسم مع to وبرضو two لازم تكون متبوعة بنفس الاشي اوكي question one circle the correct answer ضع دارة عجاب الصحيحة توني travel by airplane that travel by train توني prefers or would rather شو عرف نين هون prefers و would rather في شغلتين لو طلعت عليهم رح ألاقي الحال بكل سهولة أول شغلة لدي كلمة than than مع من تيجي مع would rather ولي prefers نجمع would rather اوكي إذا نجواب سهولة the correct answer would rather هاي واحد تنين بعد الفراغ نلاحظ في عندي travel travel مالو فعل مجرد verb infinitive مين اللي بتاخد وراء verb infinitive prefer or would rather would rather so the correct answer B would rather سالي prefers science fiction films comedy films than or two سالي prefers سعيندي prefer 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 بس أقارن بين شغلتين تاخد than وخلينا نسمي prefer أختها prefer مع مين تاخد تاخد to مين أخد than would rather يعني would rather أختها than و prefer أختها to so the correct answer B that would rather a book than a film بدي اختار صح would rather read a book than see a film or would rather to read a book than to see a film بمين دي would rather would rather دايما متبوعة بفعل مجرد يعني ولا متبوعة بترو مع فعل مجرد لا هي متبوعة بفعل مجرد the correct answer A متبوحط to read to see لو كانت عندي prefer لو كانت عندي prefer يعني بحكي that prefers to read a book to read a book to read a book to see a film I prefer chicken to fish I prefer eat chicken to eat fish or I prefer eating chicken to eat fish عندي prefer prefer زي ما حكينا ب number 3 would rather بتاخد verb infinitive فكان جواب صح اي طب 4 prefer بتاخد وراها verb infinitive ولا بجرد ing هي بتاخد gerund so the correct answer B eating eating the last one kim walk to the mall kim prefers or would rather هون بدا اطلع ما عندي than اعرف انه جواب would rather زي number 1 ما عندي tool حتى اعرف ان الجواب صح prefers ما عندي خواتق لهم لانا عم بفضل بشغلة واحدة انه kim بفضل يمشي الى المال فهون عندي بعد الفرقة اطلع walk ver infinitive the correct answer من بتاخد verb infinitive would rather the correct answer tony would rather travel by airplane than travel by train sal prefer science fiction films to comedy films dad would rather read a book than see a film i prefer eating chicken to eating fish kim would rather walk to the mall i hope you understand what's different between would rather and prefer نفس المعنى بس كل واحدة الها اخت بتختلف عن الثانية would rather اختها than prefer اختها to او توأمها خلا نحكي اللي بيجي من نفس الجملة مع انه بعديهم ايش بيجي واحدة بيجي وراها verb infinitive واحدة الها ثلاث خيارات امو بيجي gerund او to plus verb infinitive او noun let's start with past participle الماضي التام التصريف الثالث للفعل ال past participle بنستخدمه متى نعم عندنا بالانجليزي حكينا regular verb و ال regular verb حكينا عن انه معلومات عن الفعل منتظم وغير منتظم باخر فيديو صورناه بس التصريف الثالث للفعل سواء كان منتظم او غير منتظم متى بستخدمه متى بستخدمه التصريف الثالث للفعل بيستخدمه بزمان اشي يسمى perfect سواء present perfect او past perfect يعني ما بيستخدمه بالsimple وما بيستخدمه بالcontinuous تمام؟ اي زمن اسمه perfect سواء كان present perfect past perfect او future perfect رح كون تصريف الثالث للفعل اوكي؟ امن الcontinuous ing معروفة simple past virtual سواء نستخدم past participle مع الperfect مع الperfect سواء present او past perfect او present perfect المضارع التام او الماضي التام او حتى feature perfect المستقبل التام نستخدم past participle look at the question complete the chart below with the correct form of the verb في عندي we have three five six verbs لازم نكتب الزمن اللي مطلوب مننا اوكي؟ طبعا هون ما بنقدر نجاوب على اي زمن او بنعرف شو هو الزمن الا ما نكون حافظين ال irregular verb list الموجودة معكم the correct answer quote من catch quote بمعنى يمسك met الفيرب 2 الفيرب 1 منها meet الفيرب 3 منها met معنى يقابل stop بمعنى يقف او هو فعل ممتظم نضيف له D ولا ED ولا IED منضيف لهش D لانه ما انتهى بE ما نضيف له IED لانها بس تنطبق على حرف ال Y من اطلع هون consonant, vowel, consonant وان سيلابلز او الاسترس كان عهذا المقطع stop T consonant O vowels P consonant فمنعمل دبل للP للConsonant ومنضيف ED stopped فيه بمعنى يشعر irregular verb felt felt is, am, are في الPresent ماضيهم was, was, where والتصرف تالت منهم been الاس مع she, he, it, singular noun الاي بتاخدها الام they, we, you والبلورالنام بياخدوا are she, he, it, I بياخدوا was they, we, you بلورالنام بياخدوا where والبين تصرف تالت للفعل taken من take talk taken من معنى يأخذ please study and save the regular verb list past perfect الماضي التام الماضي التام حكينا الماضي التام بيستخدم لا استخدامين حدث بدأ في الماضي وانتهى قبل وقت محدد في ذلك الماضي الاستخدام الاقوى له بس يكون في عندي زم جملتين في عندي جملتين واحدة صارت قبلي التانية ما معرفتي انهم صارت تنتين بالماضي ولكن في اشي صار قبل الاخر ان صار اول past perfect اللي صار بعدين simple past past perfect the structures of sentences in negative form in affirmative form بحالة المثبت الجملة بتكون subject had بعد يكونوا perfect بالشو verb ثي verb past participle in negative form subject hadn't plus verb past participle in integrative form had subject plus verb past participle الكيورد of past perfect حكينا الكيورد تعونها هم عندي سبعة من الكيورد هدولا هم when before until after because that although هدا بيربطوا ما بين جملتين لازم اعرف كل واحدة منهم بيجوا بعديهم ماضي بسيط او مضارع او ماضي تام وبيجي قبلهم ماضي بسيط او ماضي تام اذا بتذكروا الفيديو اللي حكينا look at here this is the key words حكينا by the time اللي هي بتكون على استخدام الاول حكينا when simple past, present perfect and until and before after past perfect simple past سواء كانت باول كلام او باول كلام او باول كلام ومسط الكلام دايما وراها هاد verb 3 والشقة التاني verb 2 اما باللسك بلون until و before دايما وراهم verb 2 والشقة التاني بيكون verb 3 هاي لازم تحفظوها كيف تكوين الجمل بتسهل كتير على الاجوبة because that although اكتر استخدماتهم بكون فسط الكلام دايما وراها past perfect وقبلهم simple past يعني past perfect هاد verb 3 شان سم باواس verb 2 في عندنا جمل الجمل في زمن الماضي التام الماضي التام بدنا نحط خط تحت الحدث اللي صار اول وبدنا نحط دائرة على الحدث اللي صار بعدين طيب انا كيف بدي اعرف حتى لو ما فهمت معنى الجملة حتى لو ما فهمت معنى الجملة ولكن نفضل فهم معنى الجملة الجملة اللي فيها هاد وفيرب 3 هي اللي صارت اول الجملة اللي فيها فيرب 2 باس هي الجملة اللي صارت التانية هاد فيرب 3 يعني past perfect فيرب 2 يعني simple past انظر دقش لازل نطلع معناها هي ذهبت لدكتور بعد ما هى لقت كسرت ايدها طيب شو اللي صار اول رحت عالدكتور ومن نحط لها انا مش فاهم معنى الجملة يعني مش فاهمة اوكي بدور اعطوا شو اعطوا لها سيركل she had broken under line number two they had eaten dinner before the tv program began همه همه لقد كانوا يعني بلشين اكلوا وجبة الدينار قبل ما البرنامج يبدأ اكلوا بعدين بلش البرنامج ولا بلش البرنامج بعدين اكلوا لا او بحكي لكم اكلوا بعدين بلش البرنامج تمام they had eaten dinner under line the tv program began circle طبعا انا بس ما خبرتكم عن دلالات روحة number one after after اجت تفصل الكلام تفصل الكلام في اول كاميرا ما بيهمني دايما شو اجا وراها had verb three اذا تلقى شو قبلها verb two before عكس after شو بعدها verb two شو قبلها had verb three number three mom had already given her the key when dad came home from work الان قد اعطت المفتاح اعطتها المفتاح قبل ما الاب يأتي البيت من الشغل اللي صار هي اعطتها المفتاح قبل ما الاب يجي من الشغل ولا الاب يجي من الشغل بعدين اعطتها المفتاح لا اعطتها المفتاح had already given here that key اللي هي underline dad came home from work circle في عندي when 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 شو اجي وراها verb two تلقى شو قبلها had verb three the last one before his grandparents arrived he had watered the garden قبل ما الاب يوصلوا هو كان عمل على سقي الحديقة watered يعني سقي يعني سقي شو اللي صار اول وصلوا grand parents بعدين هو سقي الحديقة سقي الحديقة بعد ما هما وصلوا وبعدين هما وصلوا لا هو كان ساقي الحديقة بعدين هما وصلوا فعندي his grandparents arrived a circle he had watered the garden underline فعندي before verb two command تلقى شو براها had verb three this is the correct answer طبعا انا ما عرفت حط circle فحطيت خط يعني الخط عليها هي اللي صارت يعني هي اللي صارت بعدين يعني she had broken her arm الحدث الأول الحدث الثاني اللي هو she went to the doctor they had eaten dinner الحدث الأول الحدث الثاني the tv program began mom had already given her the key الحدث الأول dad came here from work الحدث الثاني أو الحدث الصار بعدين he had watered the garden الحدث الأول his grandparents arrived question two complete the sentences أكمل الجمل one my grandfather built his home before I be born أوكي هون في عندي حدثين اللي grandfather بنوا هذا البيت قبل ما أنا أنولد شو اللي صار أول بين البيت بعدين أنا أنولدت ولا أنا أنولدت بعدين بين البيت تلقائهم بين البيت بعدين أنا أنولدت أثبت أكتر جوابين دي بفور بفور شو دايما بيجي وراها simple past 10 verb 2 ولا past perfect هاد verb 3 بفور أختها من شقيقاتها الwhen والأنت دايما وراهم شو verb 2 شو قبل هم هاد verb 3 أوكي my grandfather had built تصريف الثالث من بلد built his home before I بي شو ماضيها زل حصوا بشو أخدنا إنو البي is um are بالمضارع شو ماضيهم وز أول I was born 2 when I come home they had already eaten the meal عندما أنا أتيت للبيت هم كانوا already مكليين الوجبة أوكي when بعد ما يعني الحادث اللي صار بعدين إذن تصريف الثاني وفي عندي كمان when when شو دايما بجي براها التصريف الثاني الفعلية لأنه كمان عندي هاد verb 3 مستحيل تكون عندي هاد verb 3 هاد verb 3 ننتبعها من اللحظة جملتين كل جملة جملة بزمن يعني ما بحط هاد verb 3 هاد verb 3 أو verb 2 when دايما بتاخد verb 2 come بمعنى يأتي هي irregular verb من came when I came home they had already موسيقى موسيقى